الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم نحن في أجواء سورة النحل وقد قرأنا آيات من هذه السورة الآيات السابقة كانت تشرح حالة الموت ونزع الروح للكفار مرة وللمؤمنين مرة أخرى للكفار قلنا أن الملائكة التي تعين عزرائيل حسب الروايات الموجودة وحسب الآيات القرآنية هذه الملائكة هؤلاء الملائكة أعوان عزرائيل يسمون في اصطلاح الأحاديث ملائكة النقمة نستجير بالله هؤلاء يأتون إلى الميت الكافر الظالم الذي ارتكب الجرائم ينزعون روحه بشدة وأيضا قرأنا في الليلة الماضية ملائكة الرحمة هؤلاء أعوان عزرائيل ينزعون روح الميت المؤمن أو المؤمنين مؤمنين طيبين هذه الكلمة ذكرناها في الليلة الماضية حسب الآية التي تلوناها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين من الشرك طيبين من الظلم طيبين من التعدي على الآخرين هؤلاء مرتاحين وقت نزع الروح وقلنا أنه مرة الله يقول الله يتوفى الأنفس لأن كل شيء بيد الله مرة يقول ملك الموت يتوفى أيضا صحيح لأنه هو زعيم الملائكة الذين يتوفون النأس عند الموت ومرة يقول تتوفاهم الملائكة كلها صحيحة كما شرحنا عليكم السلام الليلة يرجع القرآن إلى شرح حالة المشركين الظالمين أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما نقول دائما وفي كل سنة نكرر ونكرر أن القرآن ليس كتابا نزل على قريش مثلا عالج قضايا المشركين في زمن رسول الله فقط لا يعالج قضايانا في هذا اليوم أيضا هؤلاء شنو كان يقولون عندهم مشكلتان مشكلة الشرك بالله سبحانه وتعالى أصل الخالقية كانوا يقبلونها أغلب المشركين يعني كانوا يسألون من خلق السماوات والأرض يقول الله خلق وكانوا يقبلون هذا الشيء عادة عموما أكثريتهم يعني ما كانوا ملحدين الإلحاد هو الذي ينكر أصل الخالقية أصلا ما يقول ما يكون الله والعياذ بالله ويشوف كل هذه العظمة في الكون ولا يقتنع هذا جاهل المشركون كانوا يعتقدون بخالقية الله ولكن كانوا يجعلون الأصنام هي المدبرة التي تدبر أمور الكون ما شكر كانت عقيدتهم فشنو صار الخالقية كانوا يقبلون ها الربوبية لم يكنوا يقبلون ها الربوبية يعني نحن نعتقد أن الله خلق الكون وخلقنا ولم ينتهي دوره هذه كلمة مول لطيفة بس من باب التقريب هو الآن يدير أمور الكون هذا يسمو رب رب العالمين ونحن كل يوم في صلواتنا نقول الحمد لله رب العالمين يعني ربوبيته إدارته سيطرته تسلطه علينا جميعا وعلى الكون وعلى كل المخلوقات كل آن فآن صلاح كلمة آن ما موجودة دائما هذه الربوبية المشركون كانوا ينكرون الربوبية المشكلة الثانية التي كانت لهم إنكار المعاد يقولون ماكو خلص النسان يموت انتهي إحنا اليوم أيضا عندنا هاي الأمور في مجتمعاتنا يعني في كل المناطق في الكون أكو هذا الشيء مو فقط عند المسلمين اللي انحرفوا بعض الناس يشرك بالله وبعض الناس ينكروا المعاد هذه مشكلتان أساسيتان في الفكر الجاهلي والتركيز القرآني على تطهير هذه المشكلة هذه الخرافة إن صح التعبير هو الأساس كان أساس رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحقوب والآن استمرارا للقرآن لأنه العقيدة إذا كانت خرافية إذا كانت غير صحيحة إذا كانت منحرفة الأعمال التي تأتي أيضا ما الهقيمة بعد الأساس هي العقيدة في هذه الآية يهدد الله سبحانه وتعالى ينذرهم يقول هل ينظرون ينظرون هنا ليس بمعنى النظر في اللغة العربية ينظرون يأتي بمعنى ينتظرون يعني شنو ينتظرون مثل واحد يريد يهدد شخص يقول شنو تنتظر أنت تنتظر عاصفة تجي صاعقة تجي عليك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي ملائكة قرأنا قبل ليلتين ملائكة النقمة تأتي وتأخذ أرواحكم يعني ليش ما تعتقدون ليش النبي دي يشرح لكم كل مقومات الهداية بين أيديكم القرآن أخلاق النبي الموعظة الحسنى لا يطلب منكم أجرا ولا يريد أن يتزعم عليكم تعالوا ليش ما تفهمون هل ينظرون يعني نوع من الاستفهام الإنكاري نسميه أو مما بال تهديد أيضا الإنذار هل ينظرون يعني ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة النقمة حتى تأخذ أرواحهم يعني بعد ما يفيدوا يا هؤلاء شوفوا إخواني التمعي المبليغ والموعظة يجب أن تستمر لا شك يعني لا لا ييأس الإنسان من أحد حتى إذا ابن مثلا عنده مشكلة لا ييأس يستمر وياه يستمر يستمر لأنه ممكن أن يهتدي أكو ناس لا بعد ما يفيد وياهم كما أشر إلى قصة النوح قبل كم ليلة أنه قال أتى النداء من الله إنه ليس من أهلك ما يفيد وياه بعد صحيح ابنك بس ما يفيد أو زوجتك التبليغ يجب أن يبقى ولكن بعض الناس لا يفيدهم شيء بعد أنت أديت واجبك شنو يصير هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لتأخذ أرواحهم يعني وينتهي كل شيء أو يأتي أمر ربك أمر ربك أكثر الأماكن التي تأتي هذه الكلمة في القرآن يعني العذاب الاستيصالي عذاب يجي يأخذ مثل الأقوام السابقة يعني نوع من الإنذار يا مشركين يا قريش يا الآن لماذا هذا الظلم يعني لماذا هذا الإبادة لماذا هذا التعدي على حقوق الناس يعني حقيقة الآن أيضا نشوف في عالمنا شيء غريب يصير هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك يعني العذاب يجي بعدين ممكن واحد ينكر يقول ما عذاب ما استيصال يعني يعني شنو هذا الجواب كذلك فعل الذين من قبله وانظر إلى التاريخ التاريخ عبرة حقيقة عبرة هناك كتاب عندي لما أضوج في مشهد شوي أتصفح كتاب كبير من لغة الفارسية طبعا حقيقة أقرأ 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 جيد أقوام أجوا وراحوا في هذه المنطقة مولتنا أبيدوا وراحوا أصمائلهم اسم أصلا راحوا وانتهوا كذلك فعل الذين من قبلهم جدا يعني كلمة مؤثرة انظر إلى من قبلك فيها العصور اللي احنا شاف عشناها بعد هالأربعين خمسين سنة كم اجوا وراحوا انتهوا كذلك فعل الذين من قبلهم طيب هنا يأتي سؤال هل ظلمهم الله أو هم ظلموا أنفسهم وهذا واضح شرحناه مرات عديدة في هذه السنوات الإنسان هو الذي يظلم نفسه الله ما يظلم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عندما يظلم نفسه أنا هم تأتي إلى الفرد فرد واحد يظلم نفسه أو أمة أمة تظلم نفسها فتنتهي تروح فأصابهم سيئات ما عملوا العذاب أيضا يطلق عليه السيئة لأنه سيئ العذاب أو نتيجة أعمالهم سيئة فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق يعني أحاط بهم أحاط بهم الشيء اللي كانوا يستهزئون به كانوا يستهزئون بالبعث والمعاد والعذاب وإلى آخر حاق بهم انتهوا ذهبوا أكو كان عندهم في حجة المشركون هذه الحجة الآن أيضا في بعض الأوساط خاصة أولئك الذين لم يستقوا العلم من القرآن والعترة عندهم موضوع الجبر نحن حاج مرات حول هذا يقول الله شكولرات الله هو الذي أراد هكذا الله يريد أنا ما أصير خوش آدم مثلا هذه المقولة كانت موجودة عند المشركين أيضا والآن موجودة يشير الله في هذه الآية إلى هذه المشكلة الفكرية وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء هم كانوا يعتقدون بآبائهم يقولون احنا على دين آبائهم ما يخالف بعدين النبي كان يعظهم يقول تعالوا هذا في شيء جديد تعالوا نقعد نتكلم يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء بعض الذبائح بعض الأنعام هؤلاء كانوا يحرمونها مثل السائبة مثلا هؤلاء كانوا من عدهم يخلون قوانين شرائع يساوون يقول إذا ما كان الله يريد ما كان يجعل نصير الشكل يعني جبر كذلك فعل الذين من قبل هم الأمم السابقة نفس الحالة كان يقول الله يريد الشكل بالنسبة إلى الفقر وبالغنى أنا شايف هاي الحالة تقول فلان فقير شوي ساعد يقول الله راد يشكر هذا يكون فقير والله راد أنا أستر غني هذا ما يدري أنه الإرادة صحيحة ولكن العمل ما يرتبط بهذا الموضوع كذلك فعل الذين من قبل هم والدليل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الرسل أتوا إلى آبائكم من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى بعدين 124 ألف نبي ذول ما بلغوا ألم يرشدوا ألم يعظوا الكتب السماوية التي نزلت على الأمم هذه كلها شنو وهل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين يعني مهمة الرسل ليس الإجبار لا إكراها في الدين مهمة الرسل شنو هذا أيضا درس إلنة بالإجبار يمكن أن نسوي في شي ما يصير البلاغ بس بشرط أن يكون بلاغا مبينا مبين يعني واضح لتعقد المسألة قضايا فلسفية عرفانية جيم ما هذا أتركه الأسلوب القرآني شنو أسلوب عقلي مرن سهل ممتنع كل واحد يفهمه أشرنا إليه في ليلة الأورى أيضا التوجه إلى المخلوقات انظر إلى خلق السماوات والأرض انظر إلى النجوم انظر إلى البحار إلى الأشجار هذا أسلوب كل واحد يفهمه من النظر إلى هذه المخلوقات العظيمة تستدل بوجود الخالق المدبر الرب الذي بيده كل شيء هذا مهمة الأنبياء إذا ما قبله اتركهم بعد يا رسول الله فهل على الرسول إلا البلاغ المبين هذه جواب لمشكلتهم الفكرية مو كانوا يقولون احنا مجبورين إذا أراد الله احنا ما كنا نصره الشكل يقول لا الرسول إجوا وبلغوا ببلاغ مبين انتو ما قبلتوا منهم سننبي ده يحكي وياهم يعني هذه كلام الله ولكن مثل حوار بين المشركين وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلي بعدين الله يعرج يقول مو بس انتو ولقد بعثنا في كل أمة رسول ما كو أمة لم تأتي إليها رسول قديما إلى الآن ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبد الله واجتنب الطاغوت الإيمان بالله واجتناب الطاغوت الطاغوت من كلمة الطغيان ويطلق على السلطان الجائر يقول هذا السلطان طاغوت هذا يعني جائر ظالم مجرم ويطلق على الشيطان أيضا في اللغة العربية أو في الإصطلاحات القرآنية ويطلق أيضا على عبادة كل من لا يستحق العبادة الأصنام الكراسي الأموال وهكذا ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبد الله عبادة الله هذه المهمة الأولى واجتناب الطاغوت تقول أنه كل شيء زين هذا الذي يعبد الصنم همزين الذي يعبد النار همزين الذي يسوي جرائم همزين هناك فكرة الآن تتروج أصبحت تقريبا رائجة أن كل شيء صحيح لا واجتناب الطاغوت اجتناب الطاغوت في الأعمال وفي العقائد فمنهم من هدى الله هنا الهداية العلماء يفسرها بالهداية الوسطى بين إراءة الطريق والإيصال إلى المطلوب الآن أشرح لكم الهداية لها ثلاث مراحل هداية الله الهداية الأولى للكل للجميع إراءة الطريق سأمثل بمثال جدا واضح ابني يريد يروح مكان يستشير مني يقول كيف أذهب إلى الجرين مثلا أريه الطريق أريه يعني شنو يقول لبابا تذهب إلى المكان الفلاني تأخذ باص الفلاني الرقم الفلاني أو تأخذ تاكسي في الشارع الفلاني أو إذا عندك سيارة أخذ الدائرة الأول له الشكل يروح إلى أن توصل إلى الجرين هذه يسمو إراءة الطريق هذه واجبة الله أوجبها على نفسه يسمو قاعدة اللطف في البحث العقائدي اللي نقراها قاعدة اللطف يعني الله لطيف بعباده يعني شنو لطيف بعباده يعني من من الأمور التي أوجبها على نفسه هو الله أوجب على نفسه أن يرين الطريق ما يرين الطريق أول شيء بزرع الفطرة فينا ملعق للفطرة كل إنسان يولد على الفطرة يعني كل إنسان إذا خليه هو بطبعا يدري أن الظلم مزين وأن العدل شيء زين هذا موجود في فطرة البشر فطرة البشر تدله على وجود الله وخالقيته وربوبيته هاي أول شيء ثانيا العقل العقل غير الفطرة ثالثا إرسال بعث الأنبياء من آدم إلى الخاتم أو الخاتم رابعا إرسال الكتب هذه سموش إراءة الطريق المرحلة الثانية تجي شنو هنا البشر مختارون بعد أنا أريت الطريق لولدي يابني تذهب تروح للقرين منها لازم تروح قديت واجبي يجي يسأل أنه إذا أروح بهالشكل مو أحسن أكثر يسأل يعني أول شي يقبل يقبل إرشادي لإراءة الطريق أنا شوية بعد أكثر أساعد مثل المعلم المعلم في الصف لمن يشوف التلميذ فاهم شي يسوي له أكثر يعلمه يقول لابني ترى هالشكل سوي هالكتاب يقرأ هالملحق روح شوفه هالمجلة في الأمور الفيزيائية في الكيميا هالشكل يري أول شي أراه الطريق يري الطلاب يقول كم نفر مثلا خمسين نفر عشرين نفر بعضهم أصلا ما علم شوهم يطالع المعلم بعدين يطالع يلعب فقد أدى المعلم وظيفته أم لا أدى أراه الطريق لتعلم الحساب والهندسة والفيزياء لمن يشوف أنه طفل أو تلميذ أكثر استعدادا يعني ده يتجاوب معك يريه الهداية الثانية هذه يسموه الهداية الخاصة سأرجع إلى الآية طبعا سأرجع إلى الآية حتى أطبق هذا الشي الهداية الثالثة شنو بعد المرحلة الثالثة أول شي إراءة الطريق ثاني شي الهداية الخاصة ثالث شي الوصول إلى المطلوب أنه توصل إلى معرفة الله خلاص بعدين انتهي في المقابل نجعل النوع الثاني من التلاميذ أول شي علمت الفيزياء كما تعلم الآخرين شفت أصلا ما يستمع أصلا لا يلعب مع الموبايل ما يلتفت أنت متو تركة عناية خاصة مدخل حتى حتى نحن في الحوزات الشكل في الحوزات لما يشفون طالب علم مستعد يشتغلون وياه يعني أكثر يعينوه مو ماديا درسيا تعليميا أكثر يعتنون به هذا الثاني شن يسوي ما يستمع أصلا إلى المعلم إلى الأستاذ الأستاذ شن يسوي له يتركه يتركه يعني شنو يعني أجبره على أن لا يتعلم الفيزياء لا ما أجبره هو ما يريد ما دام ما يريد يتركه فلا يصل إلى المرحلة الثالثة اللي هو شنو الإيصال إلى المطلوب واضح لو أشرح بعد واضح بعد إذا واضح صلوا على محمد وآله محمد هذه ثلاث مراحل للهداية أو عدم الهداية إذا تعالوا إلى الآية الآية تقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هذا شغل الله مهمة الله انتهت بعثا رسولا في كل أمة شنو مهمة هالرسول أن يعبد الله واجتنب الطاغوت الطاغوت قلنا يشمل كل شيء حتى المحرمات طيب ليش هالمشكلة اللي صايرة أغلب الناس مثلا مثلا ما عدري سأقول أغلب أو لا غير متدينين فمنهم من هدى الله هنا تأتي مشكلة أو ممكن أن يأتي إلى ذهن أحد أنه الله قوتر استغفر الله هؤلاء هؤلاء الجبريون هالشكل يقولون قوتر يختار واحد يقول أنا هديتك بالقوة ويختار الثاني يقول يروح إلى جهنم وبئس المصر هذا ظلم هذا هذا مو عدالة المصيبة أن بعض المسلمين يعتقدون هكذا مع الأسف طبعا أتصور إن شاء الله الآن واكو هالشكل يمكن هذا خلاف كل العدالة وخلاف أصلا كل المنظومة المعرفية ما لكنا تخرب المنظومة المعرفية يعني شنو الجزاء العقاب الثواب جهنم النار جنة ما أدري كل يروح بعد يعني بأي مناسبة أنا إذا مجبور أن أعصي الله كيف يعاقبني الله أصلا هذه معقولة أصلا فكل المنظومة المعرفية تسقط أصلا إذا قلنا بهذا الفكر يعني طيب فما هو المعنى فمنهم من هدى الله هو الله يقول فمنهم من هدى الله قلنا أن الهداية ثلاث مراحل المرحلة الأولى إراءة الطريق بشنو ولقد بعثنا في كل أمة رسولة نحن أدينا الواجب بعثنا الرسول المعلم علم الفيزياء في الصف واحد دا يلعب بالكمبيوتر ما ليه بالموبايل ما ليه وما يلتفت واحد ثاني دا يلتفت ويتعلم الفيزياء بعد إذا تعلم الفيزياء والمعلم شاف هذا خوش طالب شي سوي ليه يعتني به أكثر هذه فمنهم من هدى الله يعني الله يأتي إليه بالهداية الخاصة بالهداية الخاصة باللطف الأخص عندما شاف أنه هذا يستاهل مثل الآية التي تقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا شنو معنى هذا يعني أول شي جاهدوا فينا جهاد لله عمل لله معونته للفقراء لله لنهدينهم سبلا لا لهم التأكيد نون التأكيد الثقيلة الجمع الموجود هذه هواية تعبير دقيق ومؤثر لنهدينهم سبلا بس بشارط أنه جاهدوا فينا هذه الآية فمنهم من هدى الله هذا معناته مو معناته أنه قوترا يختار واحد يهدي واحد ثاني يظل ما يصير ومنهم من حقت عليه الظلالة يعني بفعله بعدم اختياره بعدم انتخابه بعناده حقت عليه الظلالة واضح هذا واضح صلى الله على محمد اللهم صلى الله على محمد يعني هم تفسير هم درس عقائد هذا مهمة فمنهم من هدى الله الهداية الخاصة فيوصله إلى المطلوب يعني المراحل الثلاثة الله يجي وياه اول شيء اراءة الطريق ثاني شيء الهداية الخاصة ثالث شيء الوصول إلى المطلوب ومنهم من حقت عليه الظلالة بعمله بعدم انتباه مثل الطالب قلت لك مثل الطالب في المدرسة طيب يا مشركين اذا متريدون تفهمون هاي المعادلة كلها اللي شرحناها ان العذاب يأتي وإلى آخره فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين شفت في تفسير يقول هاي في منطقتنا هواي اكو هذا بابل ما ادري كسرة ما ادري طاق كسرة الآن اذا تروحون إلى الآثار الموجودة في بعلبك الآثار الموجودة في ما ادري شيراز ما الكورو شو ما كورو شو ذوله اذا تروحون إلى بابل إلى كسرة طاق كسرة زيارة سلمان المحمدي تشوفون كل هالعلائم موجودة واذا نشوف عصرنا ايضا فلان راح فلان راح فلان راح وشونه صار هذا مبين بعد كيف كان عاقبة المكثب بعدين يقول يا رسول الله شوفوا الرسول كان يحب الناس يحب قومه يحب العرب يحب العجم يحب كل الناس كان حريص صلى الله عليه وآله كان حريصا أن يهتدي الناس هاي يتوسل بالله أنه إن قومي جاهلين ما يفهمون اصبر عليهم حقيقة هاي تعبير بعد الله يقول إن تحرص على هداهم جواب ما بإن شرطية بعد مثل ما أنت تقول إذا اجيت أنا أجي وين أنا أجي ما هنا هنا بعد إن تحرص على هداهم جواب ما يعني لا يهتدون يا رسول الله قسم من هؤلاء ما يهتدي مثل أنه قسم من الطلاب في المدرسة ما يدرس هذا تركه ليش تعول راسك بعد إن تحرص على هداهم الجواب محفظه بعد يقول فإن الله لا يهدي من يضل لا يهدي انظر إلى موضوعنا اللي شرحناه شنو كان المرحلة الأولى صار للكل المرحلة الثانية لا تأتي بعد وهذا أيضا انذار لنا انذار لأولادنا لأجيالنا ترى إذا إحنا ما مشين عدل الله يتركنا مو مهم واي إجوا وراحوا إحنا مثلهم يعني شنو إحنا أقرباء الله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل يعني الهداية الخاصة اللطف الخاص لا يأتي ليش لا يأتي لأن ماكو قابلية بابهم ما يستقبل الكلام مرة مرتين خمسين مرة تحجي ويا ما يفيد وترك فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين هؤلاء لا ناصرين لهم أيضا طيب نستفيد من مجمل هذه الآيات التي تلوناها من سورة النحل أن هذه المعادلة موجودة في زمن النبي في زمن النوع في زمن الأنبياء جميعا وفي زماننا أيضا في زماننا أن التبليغ والدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة كما هو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله بعدين الهدايا الخاصة تأتي من الله يأخذ بيده ونحن شايفين هذا يعني كل واحد يراجع إلى نفسه يشوف أنه أكفد هدايا خاصة أكفد شيء اتحس بي لما مثلا تروح بينك وبين ربك تتوب إلى الله خليك أقول عن نفسي أتوب إلى الله أستغفر الله تشوف في حالة معنوية تأتي هذه الهدايا الخاصة التي تجي بعد إقدامي بعد تفاعلي مع أوامر الله سبحانه وتعالى تسوي في المشروع خيري تشوف أنه تجي المعونات الإمداد الغيبي يسموه في الإصطلاح الحوزوي يسموه اللطف الخفي هناك ألطاف خفية مو ظاهرة ظاهرة شنو القرآن الأنبياء الدعوة إلى الله ما أدري كل هذن هذه ألطاف ظاهرة أكو ألطاف خفية إذا واحد يحصلها هاي الألطاف الخفية هو يرتاح يصل إلى الكمان بعدين يصل إلى المطلوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بألطافه الظاهرة وألطافه اليهود خربطوا كل شيء حسب تعبيرنا العامي كل شيء غيروا التوراة حرفوه مشاكل سووا في المجتمع أحبارهم ورهبانهم سيطروا على كل شيء وأخذوا أموال الناس غصبا الانحرافات الخلقية وكانوا يسوون أشياء حتى قتل الأنبياء أيضا منو إسرائيل الله يشفينا شارهم طبعا اليهود كيهود ما عدنا مشكلة إياهم إحنا دائما نقول المشكلة مع الذين أخذوا الفكرة اليهودي كوسيلة لقمع الآخرين وإلا اليهود دين بعد فكان مرة بقسوة يحجي مع بني إسرائيل ومرة باللطف يمكن يهتدوا وأرادوا قتله هذه قطعة لطيفة شفتها يفيدنا أيضا إحنا كل مواعظ الأنبياء نقبلها لأننا نؤمن بأن الأنبياء كلهم على حق يقول عليه السلام طوبة للمتراحمين متراحم يعني شنو أحدنا يترحم على الآخر والآخر يترحم علي هذا يسميه متراحم طوبة للمتراحمين المجتمع يحتاج إلى هذه الحالة مو أنه واحد يسب الثاني واحد يغلط على الثاني واحد يفسق الثاني واحد إلى آخر طوبة للمتراحمين أولئك هم المرحومون يوم القيامة يوم القيامة شنو يحتاج نحتاج إلى رحمة الله الذي يرحم الآخر والآخر يرحمه مجموعة في القيامة يسموهم المرحومون الله يترحم عليهم بعدين طوبة للمصلحين بين الناس أكو المشكلة في مجتمعاتنا قبل كان هذا أنا من شوية أذكر عادة كان في كل مجتمع في كل مجموعة في كل عشيرة في كل قوم مصلحين كانوا موجودين إذا شافوا نزاع بين فلان وفلان يروح يصلح الآن يقول أنا ما لي شغل من ناحية حقه أنا مبتلى بهذا الشيء من ناحية حقه لأنه المصلح دائما يعاتب من الجانبين يقول أكوي اصطلاح فكاهي تقريبا يقول المقسم إما مغبون وإما ملعون هذا الذي يقعد على السفرة على المائدة يقسم الأكل يصير مسؤول عن توزيع الأكل لو ملعون يعني كل واحد يقول أقل خليت ليش ما خليت زيان لو مغبون هو ما يحصل شيء أصلا إما مغبون وإما ملعون طبعا هذه الكلمة مو صحيحة المصلح قل في مجتمعاتنا شجد من المشاكل أكو في العوائل ممكن واحد يصلح بينهم شوية بها صعوبة طبعا يا كل راجلي من الجانبين بس يتحمل الله طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة مقرب إلى الله مو مرحوم مقرب يعني إلى ما قبل درجة الأنبياء بعد طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك يزورون الله يوم القيامة طبعا الله مو جسم حتى يزار يعني يزورون لطفة الله العناية الخاصة في يوم القيامة تأتي إلى منه إذ وليه المطهرة قلوبهم واحد يحب كل واحد يحب الناس يحب الناس هذه الحالة إذا تحدث في مجتمعاتنا نسمو طوبى للمتواضعين في الدنيا أخ أخ هذا الداء داء التكبر طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرثون منابر الملك يوم القيامة منابر أكفد منابر حسب الأحاديث يوم القيامة الله يصنعها يجعلها للمتفوقين هذا بعد ما يداس هناك ويا الناس يودوا فوق فوق المنابر يخلوه هذا يسموه منابر الملك هنا في الدنيا تواضع يعني شوية ذا النفسه أم هناك يوم القيامة يرفع طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرثون منابر الملك يوم القيامة بعدين بعبارة جدا شديدة يخاطب بني إسرائيل يقول يا عبيد السوء تلومون الناس على الظن ولا تلومون أنفسكم على اليقين واحد يشوف عيوب الناس ما يشوف عيوبه إحنا لما نشوف عيوب الناس ترى يقين ما عندناها سمعت أن فلان سوى شديد أتصور أن فلان خوش مو خوش آدمي شنو؟ أتصور يعني ظن أكو مو يقين تلومون الناس على الظن ولا تلومون أنفسكم على اليقين أنا أخي أدري شو يسوي أنا أدري شو بنفسي يا عبيد الدنيا تحبون أن يقال فيكم ما ليس فيكم وأن يشار إليكم بالأصابع يعني أنتم تريدون كل شيء زيان لكم هذه المواعظ الدقيقة المؤثرة إذا واحد من شكل أنا دورات أقول لبعض أولادي أنه أخذوا هذه الكتب كل يوم يومياً بالأسبوع مرة موعظة الموعظة تؤثر في الإنسان حقيقة تؤثر في الإنسان لأن إحنا إن شاء الله فطرتنا نظيفة قلوبنا طاهرة إن شاء الله نريد أن نتكامل شن سوي موعظة الموعظة موجودة في الكتب موجودة في القرآن أيضاً مواعظ القرآن ومواعظ الأئمة تؤثر في نفوس الإنسان في نفوس من يقرأ ويتفاعل معها اللهم اجعل عواقب أمورنا خيراً اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم وفقناً